خلافات تعصف وحوارات دائرة والبرلمان بين الأمرين إذ أخفق المجلس في تمرير أربعة قوانين كانت مدرجة على جدول أعماله بسبب إثارتها للجدل منها التصويت على قانون الأحوال الشخصية الذي حظي بانتقادات داخلية وخارجية إلى جانب العفو العام الذي ربط بالقانون الأول ما أدى لرفض النواب تمريرهما بسلة واحدة ما دفع الرئاسة لرفع الجلسة إلى إشعار آخر فعاليات نيابية وسياسية أكدت أن الأنظار تتجه إلى المباحثات الجارية لإنهاء الأزمة المستمرة تحت قبة السلطة التشريعية التي ما زالت مطرقتها تضرب بالإنابة جراء غياب التوافق على شخصية تكون قادرة على إدارة المجلس بطريقة ملبية لكافة الكتل التابعة للمكون صاحب الاستحقاق المكفول بالدستور العراقي متخصصون حذروا من تفاقم المشاكل داخل المجلس خصوصاً أنه بدأ بالتصويت على إعفاء رؤساء اللجان وآخرها ما حصل لرئيس لجنة الخدمات مؤكدين أن السلطة بدأت تفقد بريقها في ظن إصدار البيانات المتضاربة من الإطار الذي دعا لجلسة انتخاب الرئيس فيما القوى السنية ترفض التدخل قبل إيجاد الحلول عبر طاولة الحوار أو فتح باب الترشح المخالف لقرارات المحكمة الاتحادية قناة النهرين حضارة تتجدد